السلام عليكم كنتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحة والعافية لا تنسوا لايك والبرتاج وتكملوا الفيديو حتى الاخير فضلا وليس امرا في الفيديو الاخوة اولا جيت نبارك الخوية يوسف البراءة الثاني حاجة بغيت نجاوب اختحانان لبوقت اليوتيوب سوف نجاوبها على الفيديو الاخير او 48 ساعة او 48 ساعة المهم ما عرفتش فوقش حتى تموين عندها نهار ما العلم انها دسيدة كنعرفوها في الملفات الساخنة في الملفات الحاد دا قد حطنا جوجد الفيديويات ثلاثة الفيديويات في اليوم سوف نبدأ بالاخت الكريمة الاخت الفاضلة اللبوقت اليوتيوب سوف نجاوبها على الفيديو الاخير واللي خرجاتك تبارك البراءة للاخ ديانا يوسفو اللي كان باركولوه نحن جميعا كان باركوليه البراءة تبرق من نصبه الاحتيال ألف مبروك لكن تحكم واحد سنة سجن النافذة لماذا؟ إهانة هيئة منظمة اللي هي القضاء في شخص احد وقلاء الملك اختي حنان اختي حنان ما عنطرحوش عليك انتي ما عنطرحو على المتابعين ديالك والله يجازيكم بالخير بارطاجي هذا الفيديو باش يوصل المتابعين ديالها ويتصليها وش مشادي يدعو اللي تحكم بها الاخ ديانا سي محمد بوكريشا هم؟ وليه بتلاخ ديانا يوسف ودار وقفة احتجاجية وعاش القضاء ونحن نتضامن مع القضاء ويجب عدم اهانة القضاء وإنما القضاء وخرجتينتي في الكثير والكثير من الفيديوهات قد غوتي بأعلى صوت الحكم بأقصى عقوبة لسي محمد بوكريشا أليست نفس جهمة؟ آه والله احنا لسنا سواسية أمامك للا الغزلة يا صاحبة الملفات الحمد لله اخونا يوسف تحكم بعام الحمد لله والحمد لله انهم ما تحكمش بسبب الملايط والمخسور لا تحكم بك فقط 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 بسبب اهانة القضاء فقط هديته ما فقط عندك في حين سي محمد بوكريشا دار جرم كبير ثاني حاجة تتفرحي حيث ما مقدروش الأطراف الآخرين يدخلوك الطرف مدني في الموضوع كنت تذكر في الملف ديال اخ ديالنا سي محمد بوكريشا أنه جات الأستاذة المحامية مشكورة ونصبت نفسها لأنها هي الموكيلة ديال الزوجة السابقة سي محمد ونصبت نفسها كطرف مدني وأجبكم الحال وفرحته والأستاذة سي محمد صديق ديالك ولا حيت هو صديق ولا حيت انتو ما تبخينها سوا وما زال انك تقولوا ما زال استئناف وان شاء الله غادي خرج ولا تنقصط له شي حاجة ويرجعله للسورتي سؤالي المتابعين بغيت غنسو لكم ها عار الله واش تريلكم شي تنوي ميغناطيسي شنو الفرق بين استي محمد بوكريشا وان أخ ديالنا يوسف شنو الفرق بينتهم يكع لو دستي محمد بوكريشا هبت خوية يوسف قدر وقفت احتجاجيا ولا لإهانة القضاء ولا للضرب في القضاء مع العلم ان السي محمد در فقط مسرحية هزلية وماش خصش ما قلش شي شخص بعينه ما ضربش في شي شخص بعينه هو در مسرحية لانه التعرض للإهانة وتعرض للمذلة وخرجات واحد السيدة كتقول له انا غيب تليفون واحد غادي ندخلك للحبس هذا كان فقط رد فعل لكن هاد السيد هذا سابقاً خرج كيش اللد في القضاء يميناً وشمالاً واليوم ما اللي تمت المتابعة ديالو لا مخصوش يتعاقب مخصوش يتحاكم ما زال لي استيناف ما زال نذكر كاختيحانان نهار كان الاخ ديالسي محمد بكريشا فاش تهمه بالتغرير بقاصر او بالاغتصاب انا ما عرفتش تهمه بالضبط والتحكم ابتدائياً بستة اشهر خرجتوا قد ضربوه قد تقولوا علاش القضاء كان كان يعني منحازاً لطرفين ما ودرتوا الليفات وضربته في القضاء يمين وشمال وفي الاستيناف تعطط له سنتين سجناً خرجتوا قد تقولوا يحيى القضاء وعاش القضاء نحن لا نختلفوا معاكم والله ما تنختلف معاكم لي درد دم بيستهل العقوبة لسي محمد بكريشا ولا الاخ ديالو ولا احتى الاخ ديالنا يوسف مع العلم وحتى الاخ ديالنا يوسف البارح شنو قال قالك انا التهمة ديالي تستحق سنتين سجناً يعني القضاء كان به رحيماً من اللي اعطاه عام؟ راه كان به رحيماً في حين هرسي محمد تعطط له سنتين وقلنا احنا كانت منه انه يتمتع بظروف تخفيف خرجتوا قد تشفاوه في العائلة ديالو وخرجتوا قد ضحقوك تفرحوك تقولوا عاش القضاء شنو الفرق اليوم؟ بينسي محمد وبالاخ ديالنا يوسف اذا كنت فعلاً لبؤت اليوتيوب واذا كنت فعلاً ذات مصداقية خسك كم ما احنا؟ كم ما احنا؟ انا را ما كان نحاج شلسي محمد ابداً دار الدن اخذ العقوبة ديالو هنا وكفا الله يفق الأسر ديالو ما كانت منه الحبستال شي واحد ولكن اليوم البارح كنشوفك أختي لبؤت اليوتيوب تنحازين الأخ يوسف وقد تقول له ما تزالاتش هنا ولما خسير وانت أخوي يوسف كتهاون فتتبع القضايا ديالك وتجمعوا عليك وداروا لك المؤامرة وتجمعوا عليك كاملين وداروا بك الشكايات بالأمس القريب كنت تحرضين على الأخ سي محمد وقد طالبي الناس باش يديروا الشكايات باش يمشي للحبس وفي نفس الفيديو ديالك تتضامنين مع طرف واحد السيدة اللي هي أم وزوجة ورجلها في الحبس وهي كفيلة بأسرة كتبقوا تمني لها الحبس وكتبقوا لها السي من الجياء القادم وصادم سؤال المتابع الكريم وش كين عندكم فرق وش كين عندكم فرق بين المواطنين المغاربة هادك يوسف اللي خرج كيدرب حتى في جلالة الملك ما خلاش رمز من رموز الدولة هو الوصيع اللي نحنا كاملين كاربعين مليون مغربي ما بلكش اختي حنان مش محتش ارياكشن على الموضوع ولكن اظن اظن انك انت العقل المدبير اخوان اللي رجعتوا الفيديو ديالها ديال والبارح والبارح ورجعتوا الليف ديال الأخ ديالنا الجمعوي في الليل غتلقوا بعض الجمل تتطابقوا فيما بينها يعني هي اللي كتعطيها الخط التحريري علاش يمشي باش يخرج يهدد الدولة إيلا ما تلقتونيش إيلا ما حيتوليش داك العمد الحبس را غاديمشي الفرنسا وبدأ نشير عليكم هدا تعديد صريح للدولة وهد شي نبهنا منه شحال هادي الأخطر من ذلك اختلاء لبؤت اليوتيوب غيبشني لما كنتيش في خبارك انا نوصل لك الرسالة الأخطر مين ذلك؟ أنكم تهمتوا لو أنها نفصالية تهمتوا سي محمد بزينا المحاريم وخخة في هالبراءة تعنتوا في حكم البراءة وقلتوا ما يمكنش أخذ البراءة كي نزينا المحاريم هنا ضرب صارخ في القضاء قلتوا الله كي نزينا المحاريم وما زال يعني انك تقدموا في ذاق الأم وتتصفتوا هالحبز الاخ ديان الجمعوي خرجك يقولك انه عنده علاقة مع جنرالات الجارد السوء والجنرالات غدي يخرجوا يتشفو فيه وغي يسيفطولوا في الواتساب يعني عنده عنده تواصل معهم في الواتساب انهم غدي يخرجوا يتشفو فيه ما ردتو فعلكي من هذا مش نحتشاريكشن على هاتشي وانت الوطنية الاولى وانت لابوات اليوتيوب وانت المرأة المغربية المناضلة اللي كتناضلي في الملفات وفضحتنا الملاهيط وفضحتنا المخسور وفضحتنا بوكريشا وفضحتنا بنت بوكريشا وخرجتي التقرير الطبي ديال بنت بوكريشا وناضلتي في الكثير من الملفات ها هي امامك اليوم قضية وطن قضية واحد الجمعوي اللي كيقولك هو الملكي الاول في المغرب هو الملكي الوحيد الذي يدافع الملكية ويدافع الوحدة الترابية خرج يقول لك أن واحد الجنرال الجزائري يتصل به في الواتساب ويتشفه فيه ويضحك عليه ويقول له ايه وهانت اللي كنتي كتب إذا له علاقات بالجنرالات نريد أن نغشير إياك شن في هذا الشيء خلينا هذا من لبناء أو من بوكري شام هذيك مواضعتها فيها أختي لبؤات اليوتيوب وليلا ما تضيريش راسك فيها وموضوع مهم ومهم جدا عندنا واحد الجمعة واللي سنوات وهو يحارب ويناضل في سبيل الوطن ويدافع الملكية ويدافع الوحدة الترابية خرج قال لك أنا تحكمت بسانة سيجنان إلما حيت تهاليش غدي نمشي الفرنسة وننشير على البلاد وإلما حيت تهاليش غدي نطلع عند ربي يمين وشمال وزيد على ذلك جنرالات جزائريين غدي تصلوا بيه في الواتساب وغدي تشفوا فيه وغدي يضحقوا عليها هذا ملف خطير ومهم وفيه الأدسنس أختي لبؤات اليوتيوب فيه الأدسنس بغينا رياكشن ديالك بغينا تجاوبينا على هاد الشي بغينا المتابع الكريم ديالك بغينا المتابع الكريم ديالك بغينا المتابع الكريم ديالك يحتك ويقول لك أختي لبؤات اليوتيوب نقشين هذا الموضوع البارح الخارج يقول لك أنا ما غنمشيش للحبس أنا ما غنمشيش للحبس ونهار غدي تمشي لمغنية للحبس حتى أنا غدي تمشي للحبس انا مفهمت شنو العلاقة بين العقوبة ديال المغنية الأخت ديالنا دونيا بطمة وبين العلاقة ديال خونة يوسف شنو العلاقة بينتهم وعلاش وعلاش قال هذيك الجملة بالضبط قال كما زل كين اللي استناف قال لهم اللي ملاهي طول لحظة هبطون توم اللي حبس وما زل اللي استناف وما زل النقض والإبرام ونهار دخل اختي دونيا لحبس ندخل آنا هذا مش يضرب صارخ في القضاء أختي حنان خلينا دبا من بوكريشا بوكريشا راكيدو وزدكش اللي قسم علي الله بوكريشا را تعاقب را اخد الجزاء ديالو اخت ديالنا شفورا را قد تاخد الجزاء ديالا را قد تعاقب والقضاء ما كده امتشي واحد حتى الأخت ديالنا شفورا القضاء كان رحيما بها ورا على الظروف ديالا ورا على المرض ديالا كذلك القضاء كان رحيما بالأب الأخ يوسف را على الظروف ديالو وعطاه غير سنة سجنا في حين أن سي محمد را تخدع سنتين والسي محمد من اللي يمشى للسجن العائلة ديالو ما بقدش قد تضرب في القضاء ما خرجتش قد تقول لا والضول لا تقبلاتو سكتات في حين أن أختي لابو أت اليوتوب شمال السيد هذا كي ضربين مين يشمال ما تتقبلش الحكم ديالو ما تتقبلش وبدك يضرب في القضاء والأخطر من ذلك وصل أنه يتطاول على السدة العلي بالله الملك جلالة الملك يتطاول في خطابته معه وكأنه يخاطب زميلا له أو خادما له خاصك الدير خاصك الدير سمعي لي شنو كان نقول لك هاد شخصك الأخت الكريمة التخضي فيه موقف سمحوا لي الآذن غدي نقطع ونرجع لكن أختي العزيزة مدرتي احتشريك شن على الأمر أنا ما غديش نطالب بالاعتقال الفوري ديالو ونقول نحن نطالب ونطالب لأن الحمد لله للدولة رجالتها ومؤسستها والرقابة كعائنة على الجميع ولي دار الدنب يستهل العقوبة وأنا ما غديش نقول يحيى القضاء وعاش القضاء لأن القضاء عايش ومستقل وما كيتفرض عليه تاشي حاجة وما كيتلقى التعليمة تلع لاشي واحد وخير وذليل أن هاد المتجبر كان كيقول أنا ما فقحت تاشي واحد أنا الأعلى أنا الأسمى وهو اليوم كنشوفو شطحاته الغير مسؤولة على اليوتيوب هذا هو الشخص الحقيقي هذا هو الوجه الحقيقي ديالو نداء المتابعين أفيقوا قبل فوات الأوان أفيقوا قبل ما تلقوا رسكم تتضربوا في مؤسسات ديال الدولة وكذلك رسالة الأصدقاء ديالو قبل ما تخرج تقول شي حاجة فقر مزيان لا تلقى رسك حاش يرجلك في شي غيس راح اليوتيوب كما كنا كنقولوش حال هدي ليست منصة عشوائية يغري جيب جيبا فهم وقول كينا الرقابة على الجميع حداري ثم حداري أنكم تسقطوا وراكم سقطوا لأن كنظن أن الكثير منكم عليه شكايات أنكم سقطوا في المحظور لكن إلا الدولة إلا مقدسات الدولة إلا ثوابت الدولة رامن قبلوهاش إلا ثوابت الدولة كنت ضرقتي لأبوة اليوتيوبرية كشن ديالك على ما جاء على لسان صديقي كالعزيز ولي خرجتك الضمني وكتقولي الحمدولي الله راحنا كمواطنين ممكن شفر قبيناتنا راح لسي محمد بحال يوسف بحال عمار بحال حادة بحال يامنة بحال فاطنة بحال بحال وأنا هذا الشخص اللي كنت شفت عليه شي ظلم أو التعرض لشي ظلم كنت غنخرج من الضمن معاه لأن أنا ما عندي معاه تشي عدواء لكنه طغاء وتجبر تحياتي لكم وإلى فيديو آخر وقنت أعتذر على الضجيج لأنك تعرفوا اليوم الحد قلوا لي ذات منك يخرجوا شبرك يتعوز السطح ولا ججيران فقنت أعتذر إلا سمعتوا شي ضجيج أو سمعتوا شي تقرقب تحياتي لكم ولا نعود في الموضوع أنا أختي حنان غادي ندير أنت غا تهضري ولا ندير عليك الرياكشن لأنك أنت صاحبة الملفات أنت اللي كنت يتخرجين قضايا الأسر المغربية للعلن فاحتهد قضية من قضايا الرأي العام هذا السيد هذا كنعرفوا عليه وكنسمعوا عليه أنه الوطني الأول أنه الملكي الأول من بعد ما تحكم بسنة سجنة نافذة تخرج كيضرب في الدولة وكيشل يمين وشي مال كيضرب في القضاء كنتمنى أنك تخرج تنادي بشي وقفة احتجاجية أو بشي وقفة تضامنية لما يتعرضوا له القضاء في يعني يتمثل في شخص سيد وكي الملك اللي اليوم كيهينوا هاتي السيد وكيسبوك يقولوا كنتي ودرته وعليش معي يتوليش وعليش ما درتوليش كنتمنى الأخت دينا لبؤت اليوتيوب أنها تدير شرياكشن على هالموضوع نسمعوا منها شي فيديو أنا أطالب أطالب وبشدة المتابع الكريمي بشي المتابع دينا طبعا المتابع ديلكم الكريم بشي حثكم ويحثك أنك تتكلمي في الموضوع بغينا نعرفوش مواقع علش سكت علش ما درتش شرياكشن نتياهو الأصدقاء ديلك طبعا الأصدقاء الكرام اليوم 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 بنعي بكم وتفضحتو اختيحنان السيد قال لك رعندو علاقة مع جنيرالة جزائر بغينا نسمعوه منك تحياتي لكم متنسوش اللايك والفرطاج والتعليق كنتمنى أن القناة ترجع كما كانت ويرجع لها التفاعل ديالها شكرا على الدعم ديالكم وإلى اللقاء